اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني هنا قد يقول قائل المتوقع أن يقال اللهم برحمتك أعوذ بك أو أعوذ برحمتك لا إله إلا أنت أن تضلني لأن الهداية هي من أعظم مظاهر رحمة الله عز وجل بأبده فما شأن العزة هنا الجواب يتضح لك إذا قرأت قول الله عز وجل في خطاب عيسى يوم القيامة حينما يسأله الله تبارك وتعالى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله إلى أن قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ولم يقل أنت الغفور الرحيم لأن ذلك المقام وهذا المقام مقام عزة فالله عز وجل حينما يضل سبحانه وتعالى عن كمال عدل ولا ظلم في ذلك ويقع الإضلال عن كمال عزة ويقع كذلك تعذيبهم هناك لكمال عزته سبحانه وتعالى ولأن العذاب وقع موقعه ولهذا قال إنك أنت العزيز الحكيم ويوم القيامة يوم عدل مع الكفار ومع أعداء الله عز وجل وليس يوم رحمة لهم ولهذا ناسب أن يقول إنك أنت العزيز الحكيم أنت العزيز الحكيم